طبعا كفت وفتك كابتل نبيل طب مش هينفع تكون معايا بقى ومسؤولكش عن درعة دوري أبطال أفريقيا اللي خلال أسبوع ايه أمنياتك للمجموعة اللي يكون فيها التراجي بما ان الأهل والتراجي هم على قمة التصنيف الأفريقي هم في التصنيف الأول شايف الأرعة ازاي شايف فرص التراجي ازاي وتتمنى ايه للتراجي في الأرعة او في الجدول بتاع دور الثمانية أربع أيام بس احنا اليوم يوم الثمانية مزال يوم الثناشة ان شاء الله هي تأخرت بشهر تقريبا المفروض كانت يوم ستاشة حداشة تصير القرعة شخصية مش عارف ليش تأخرت معناها القرعة ما تأثرش كثير لأنه كان فيه كاس العالم ليش تأثر شوية نوعا ما عن الانتدابات لأنه تعرف احنا في نصف السيزن هناك فرقة اللي مترشحة للدور المقبض دور المجموعات تحب تعمل انتدابات بيش تقوي تشوف فيه نقاط قوتها نقاط ضعفة وتحاول بيش تزيد في الرسيد البشر يمتاح لأنه تدخلوا في دور المجموعات هناك خمسة فرق معناها بيش تكون على رأس المجموعات ترجي الأهلي الويداد والرجاء معناها والزمالك بيش يكونوا تقريبا على رأس المجموعات الزمالك تصنيف تاني كابتن الزمالك تصنيف تاني صح صح زمالك تصنيف تاني صح بيش يكونوا يعني فرق كبيرة يعني الأهلي والترجي ما ينفعش يكونوا في مجموعة واحدة وبالتالي فرص الاثنين في ان هم يتقابلوا في مجموعة واحدة دي مستحيلة لا 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 مستحيلة الأهلي والزمالك والويداد والرجاء مش يكونوا في نفس المجموع هذا معناها مما متأكد منه لكن هناك بشي يكون هناك فرق موجودة في تصنيف ثاني يعني هناك منتخب بشي يلقى نفسه معناها مع فرق صعبة شوية نوعا ما لكن ما أظنش أنا حسب رأيي الشخصي عفوا الفرق اللي بيش تكون في التلتيب الأول تتعدى بإذن الله للدور الربع النهائي بدون أدنى شك وبعدين الدور الربع النهائي مثل ما قاعدين نشوفه توفي كاس العالم تلقى موجودين خيرة الفرق اللي موجودة في إفريقيا بدون أدنى شك ترجمة نانسي قنقر